ينضم إلينا للمزيد من مقرأة الخارجية الأمريكية في واشنطن مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سيد مارك تونر ما الذي أوصل الأمر بين موسكو وواشنطن إلى ما وصلت إليه الأمور من خلاف وتباعد وتنافر في المواقف حول الملف السوري حسنا لم ننظر إلى هذا على أنه تسعيد ولكن هذه خيبة أمل كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة كنا نعمل لشهور طاولة مع شركائنا الروس لنصل إلى منصة تفهم وتوفق حول سوريا وتوصل الاتفاق لوقف الأعمال الإعدائية وكنا نود إطلاق العمل السياسية في سوريا وأيضا فسح المجال أمام المنظمات الإنسانية لتوصيل المساعدة ولكن للأسف هذه الأمور لم تتحقق على الأرض ولما تفي الروسيا ولا سوريا بالوعود التي قطع على النفس المهو وذلك ما قاد إلى هذا الوضع الآن وصلنا إلى قنعة بأن روسيا لا تسعى للاستمرار في هذا الاتفاق هذه هي وجهة نظركم ولكن على المقلب الآخر الخارجية الروسية تتحدث وتقول بأن أنكم مستعدون للتعامل مع الإرهابيين والتعاون مع الشياطين إن لازم الأمر وذلك لإسقاط النظام السوري كيف تردون على مثل هذا التصريح؟ هذا شيء غير مقبول أعتقد أن ما قمنا به ضد القاعدة وضد شركتها النسر هذا يتحدث عن نفسه نحن نواجه المجموعة الإرهابية أينما وجدت وسجلنا أيضا في أو اتجاه الأسد وما قام به ضد بلده هذا شيء واضح نحن لا ندعم الإرهابين على الإطلاق ولكن نحن واضحين أو كنا واضحين بشكل كبير إننا نريد الوصول إلى عملية سياسية في سوريا تجمع كل فرقاء الأزمة السورية وفي ذلك المعارضة المعتدلة إلى جانب النظام حتى يتسنى العمل على عملية سياسية تفضي إلى مرحلة انتقالية وهذه هي الأمو المواقف التي عبرنا عليها في غير مناسبة نحن كما تعلمون أن شجع ما كان يقوم به ديمستورا وكل المؤتمرات التي عقدت قبل ذلك في جنيف ولكن الآن الأمور وصلت إلى أبواب مسدودة وصلت إلى أبواب مسدودة وغدا ستفتحون بابا آخر في برلين في لقاء خماسي تشاركون به من أجل بحث الملف السوري في العاصمة الألمانية هل فتح هذا الملف يعني بالضرورة أن الملف سوري مع موسكو قد جرى إغلاقه نهائيا؟ حسنا أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الباب لم تغلق بشكل نهائي بالتأكيد ستستمر هناك بعض النقاشات والمحادثات التنائية وأيضا سيستمر العمل من خلال مجموعة دعم سوريا هذا شيء مؤكد ولا شك به نحن سنحاول قدر الإمكان أن ندفع العملية التفوضية في سوريا نحو الأمام وسنحاول بالدفع العجلة السياسية لأن أخرى في مفاوضات تفضي إلى مرحلة انتقالية وأيضا سنستمر في مجبهة تنظيم الدولة بمعية شركائنا في تحالف الدولي الموجود والنشط في سوريا إذن طبعا نحن أوقفنا التنسيق مع روسيا بخصوص اتفاق الأعمال العدائية نظرا للواقع الموجود على الأرض هناك في حلب ولكن بنفس السياقة سنبقى في الحرب ضد الإرهاب وستبقى بتكيير هناك محادثات متعددات المستويات مع روسيا من أجل النص إلى حل السياسي للأزمة وبشأن الاجتماع الخماسي غدا في برلين ماذا عن مستوى الحضور لو تحدثنا أكثر وتطلعنا عن مزيد من ما هو مطروح من أجندة للبحث فيه لا يمكنني أن أؤكد على أي مستوى ستشارك الولايات المتحدة ولخاء أعلن عليه لحضات قبل الآن في برلين وطبعا ستقول هناك جهود مكثفة لحل حلة الأزمة السورية وهذا اللقاء سيكون ربما أحد الميكانيزمات التي سنعمل من خلالها على تقديم الشيء للسوريين كيف كان يطلق العملية الدبلوماسية والسياسية في سوريا نعلم أن الاتفاق الذي وصلنا إليه مع الروس وعملنا بجد للوصول إليه لكنه توقف لن يكون هناك أي تواصل مع الروس في هذا اللقاء الخماسي غدا ليس حسب علمي وكما قلت سلفا نحن لا نغلق الباب بشكل نهائي أمام الحوار ونقاش مع الروسيا ونحن سنعمل على رفع فتيل أي أزمة أو أي توطر مع الروسيا وما قمنا به لغاية الآن سيبقى طبعا مطروحة على الطاولة نحن سنستمر في تفادي أي مشكلة مع شركائنا الروس في أجواء السورية وسنستمر في قصف أدف تنظيم الدولة وجبهة النصرة أعتقد من خلال مجموعة دعم سوريا وتعلمون أن روسيا جزء من هذه المجموعة ستستمر مناقشات ومحادثات على هذا المستوى من خلال هذه المنصة وطبعا جهودنا من خلال هذه المجموعة ستستمر وستبقى قائمة إذن بهذا نحن لا نغلق الباب كليا أمام المحادثات مع الروس نحن سنسعى بكل الوسائل للإبقاء على هذا الاتفاق إتفاق إيقاف الأعمال العدائية ولكن سنستمر بنفس المستوى في قصف الإرهابيين أينما وجدوا إذن هذا هو الموقف الأمريكي إذن لا تغلقون الباب وسيبقى مفتوح سيد تونر هل هناك إمكانية للذهب مرة أخرى للحديث عن هدنة في حلب نحن لا نغلق الباب كليا هذا فقط تعليق هذا هو توصيف صحيح إذا عادت روسيا ورجعت موقفها وكانت مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية والخطوات اللازمة للعودة لذلك الاتفاق فنحن بتكيد مستعدون للعودة لذلك الاتفاق هناك ضرورة لوقف قصف المدنيين في حلب وأيضا التقليل بشكل كبير من العنف المتفشي الآن في سوريا لأن الأمور بما هي عليها الآن لا تشجع على الانخراط في حوار حقيقي إذا نحن ننتظر من روسيا أن تعود إلى هذا الاتفاق وأن تدوقف عن قصف الأهداف المدنية نحن نعلم أن جهودنا في مجابة الارهاب ستستمر لكن على روسيا أن تقدم شيئا في طرف التجاه الآخر على روسيا أن تقدم شيئا وهذا ينقلني إلى النقطة التالية وهي بأن رويترز أوردت ما أكدته قناة فوكس نيوز عن وزارة نية وزارة الدفاع الروسية بتركيب منظومة S-300 بأربعة صاروخية في سوريا ما الذي قد يعنيه ذلك لكم بالنسبة للمسار السياسي وأيضا المسار العسكري لا يمكنني أن أؤكد هذه المعلومات وهذه تقارير لا يمكنني أن أقول إلا ما قلته سلفا لروسيا مجموعة من القواعد منتجة في المنطقة وطبعا هذا لن يغير الحسابات على الأرض ولن يغير من الواقع هناك ناس ومدنيين يعانون بشكل كبير من القصف الروسي وقصف النظام واستخدام الكلور وسلحة محضورة دوليا هناك طبعا عملية عسكرية تقصف كل شيء في سوريا ونظام الأسد طبعا تجاوز كل القيود وكل المستويات نحن الآن أمام سؤال ما الذي يدفع هذه القوى لاستخدام هذا المستوى من العنف ضد المدنيين ولا أدري هل من يقوم بهكذا أعمال ما زال منتزما بالعملية السياسية وهل هذا أيضا أضيف على أسئلتك سيد مارك هل هذا يعني أيضا بأنه بالتوازم مع المسار السياسي الخافط الصوت حقيقة بأن هناك مسار عسكري لا زال وسيبقى هو صاحب الكلب الفصل على الأرض في سوريا روسيا تحاول لروسيا روسيا تحاول الآن أن تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض ونحن نرى ما تقوم به روسيا على الأرض وهذا طبعا يطرح الكثير من علامات الاستفام حول موضوع شكرا لك مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حدثنا من واشنطن شكرا لك